استعدت محلات بايع الحلويات والأسواق التجارية لأجواء عيد الفطر المبارك مع اقتراب عيد الفطر يكثر الحديث عن الزكاة ومن يستحقها هناك أراء متعددة حول هذا الصدد سنقترب من أحد أبناء الجالية المسلمة هنا في بلجيكا لنتعرف على رأيي في هذا الأمر بالنسبة لزكاة الفطر لهذه السنة هناك أمات السنة مختلفة عن السنوات الماضية بسبب أزمة كورونا ولذلك الرأيي الشخصي بأن الزكاة الفطر بالنسبة لها شخصيا أن هناك مجموعة من العائلات أن تستحق الزكاة الفطر هنا في أونفيرس وأعرف مجموعة من الحالات ومجموعة من العائلات ومجموعة من المطلقات أنا عن نفسي أخرج الزكاة بتاعي هنا وإن شاء الله نزيد حاجة في مصر لأن في الناس في مصر محتاجة وكل واحد الزكي في أرضه الأرض اللي هو عيش عليها ضحايا كورونا يعني هم مملون شي زنب فيه في الخارج فين صمتة؟ تمكي يسعد الصمت بعد العلماء قال لك لا لا يجوش غد صيفتها المغري ولا المصر ولا فين ما صيفتها فين صمتة؟ هذا بالنسبة لرأي أبناء جليات المسلمة هنا في بلجيكا حول الزكاة ولكن ماذا عن رأي رجال الدين؟ زكاة الفطر فهي تخرج قبل صلاة العيد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وطبعا يجوز إعطاؤها لمرضى كورونا ولمن يشتغلون ويعملون ويسهرون من أجل علاج الناس فهذا لا مانع إن كانوا محتاجين وليس لهم ما يأكلون وما يشربون الأصل أن تدفع الزكاة في البلد الذي يكون فيه صاحبها إن كانت زكاة فطر أو أن يكون فيه المال إن كانت زكاة مال عند كثير من أهل العلم لكن أجاز جمع من أهل العلم أن تنقل الزكاة إلى خارج البلد الذي يقيم فيه صاحب دفع الزكاة لمصلحة راجحة فيما يتعلق بفتاوى الشأن العام فهذا من تخصص المجلس العلمي المحلي ببلجيكا استمرار إغلاق المساجد منذ منتصف مارس الماضي على خلفية إجراءات الحظر الصحي لمواجهة تفشي كورونا صعب من مهمة البعض من أبناء جلية المسلمة الذين كانوا يعتمدون على وجود سنديق الزكاة لإخراج الزكاة عشية عيد الفطر المبارك عبدالله مصطفى الحراء بروكسيل